بحضوري ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حامل الخريثة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطلقت بمركز والسال الرياضي بجامعة ويلفر هامتون منافسات بطولة أوروبا الدولية المفتوحة الأولى لفنون القتال المختلطة للهوات وأقيمت المنافسات بمدينة بيرمنهام البريطانية التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد البريطاني لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع بطولة القتال النهائي وقد حرص سموه على التواجد مع الفريق أثناء عملية الإحماء لرفع معنوياتهم وحثهم على تقديم أعلى المستويات لتمثيل مملكة البحرين كما تواجد سموه مع الفريق في منطقة المدربين وفي حلبة النزال وقت الاستراحة وذلك تشجيعا من سموه للفريق وبرك سموه تأهل المقاتل حسين عياد إلى الدور الثاني بعد فوزه في النزال الذي جمعه بالمقاتل الفنلندي ساكورون كما أشهد سموه بالمستوى الرائع والروح القتالية التي أظهرها عياد خلال النزال ما يدل على التحضير الجيد وقوة البرنامج التدريبي الذي خاضه بإشراف المدير الفني للفريق رضا منفردي والمدرب ألدار ألدورف شاكرا سموه المجهود الذي بذله المدربون والمقاتل لتحقيق الفوز ورفع اسم المملكة في هذا المحفل القاري كما أكد سموه على أن الفريق يعمل بخطة واضحة نحو الارتقاء بمستوى الفريق والذي نتج عنه تحقيق أول فوز في المشاركات الخارجية معتبرا سموه الفوز بداية جديدة للفريق في المشاركات الخارجية وبوابة لتحقيق الإنجازات وحافزا قويا للمقاتلين لتقديم أفضل إمكانياتهم في البطولة بتواجده ودعمه وحضوره وحرصه فقد كان سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحرين لألعاب القوى كان حاضرا ودعما للفريق والمقاتلين خارج وداخل حلبة النزل وقبل وأثناء المنافسات وتوفير كافة الإمكانيات لإظهار كل ما يملك المقاتلين من مواهب وبالفعل تمكن المقاتل حسين عياد من تحقيق أول فوز لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء في المشاركات الخارجية وذلك بفوزه على المقاتل الفنلندي ساكورون والله الأول شيء نبارك للبحرين وغيرها نبارك للشيخ خالد أول فوز لنا اليوم أنا هايد نستنس على هالفوز اللي صار أن حسين الرامد الأولي تحكم في الفايت كامل خاص ما خلى عليه بوزيشن حسين يوم شاله ونزله أعتقد هاي الوقت اللي ذاك ضرب يده في الأرضية وانكسرت يده وبس حسين بطل وبغض النظر من هاي أنا أعتقد كان بيسيطر حتى لو ثلاث جولات كل الجولات كان بيسيطر ويخلص الفايت بناكاوت كام فايت حلو يعني سيحنا ما كملناه بس الحمد لله هاي أحسن لي عشان عندي باتشوب يكون فايت فاقدر رغيح فيه فالحمد لله أنا دمستانس وهل الفوز حق حق اللي ساعدوني دعم الشيخ طبعا ما ننسى كابتن رضا الدار البارتنر اللي وكلهم كل موجودين لساهمهم في في كي اتشكي وساعدوني في كي اتشكي وهل الفوز حق أهلي في البحرين وبالرغم من خسارة المقاتل عيسى العميري إلى أنه قدم مستوى أكثر من رائع وكان قريبا من الفوز لولا استسلامه في أخر أربع ثوانين أما المقاتل الثالث أحمد الكعبي فلم يوفق بعد خروجه من المنافسات بخسارته في الجولة الأولى من المقاتل النرويجي أدريان جاهري ولكن المشوار لم ينتهي بل هو في بدايته فسيشارك الفريق بثلاثة مقاتلين في الدور الثاني المقاتل حسين عياد وعلي إبراهيمي وعبدالله سينا يعني كان قوي نفس نوعا ما بس يعني الحمد لله على كل حال الرائع من الأول يعني كسبت النقاط الرائع من الثاني والثالث بس على آخر الرائع من الثالث خذني قلتين والحمد لله يعني عيسى العميري عيسى العميري ابتدى بداية الموفقة لو لا آخر أربع ثواني من الجولة الأخيرة التي أجبرته على الاستسلام ولكن من الجانب الآخر نحن سعيدين بفوز المقاتل حسين عياد بفوز المقاتل حسين عياد والذي يعتبر أول فوز لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء في المشاركات الخارجية تختتم منافسات اليوم الأول من بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء حاسم الشيخ لتلفزيون البحرين مدينة بيرمينغهام البريطانية هذا والتقاسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالسيد جارت براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والسيد دانزين وايد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي وأشهد سموه بالمستوى التنظيمي الرفيع والجهود التي بدلها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لإقامة هذا الحدث الأوروبي لإظهار البطولة بصورة مميزة مشيدا سموه باختيار جامعة ويلفر هامتون لإقامة منافسات البطولة ما يدل على انتشار هذه الرياضة بين الطلبة والشباب ويمنح النجاح لها والتي يسعى من خلالها الاتحاد الدولي لتطوير وارتقاء الرياضة بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الفني للمقاتلين الهواتي بمختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر